ونحن بصدد البدء في النسخة الجديدة من معرض الكتاب دايما معرض القاهرة الدولية للكتاب في كل دوراته بيكون من أولوياته ثقافة الطفل يمكن من أكبر أجنحة المعرض هو جناح الطفل هناك أو هناك هتلاقي طبعا كتب وفعاليات وعروض ثقافية وترفيهية هناك برضو هتلاقي سلسلة لرؤية الأطفال الناشئة اللي بتصدر طبعا عن وزارة الأوقاف واللي هدفها بالتأكيد هو نشر الأفكار الوسطية المعتدلة المناسبة لأولادنا وأطفالنا بالتأكيد دي حاجة بتهم كل أسرة مصرية وبتهم الناس اللي مهتمة أنها تغرس في أولادها هذه القيم منذ النشر السنة دي زي ما احنا عارفين هي النسخة الخمسة والخمسين في معرض الكتاب في بالفعل يعني مجموعة كتب احنا حنشاور عليها في صباح الخير يا مصر علشان نعرفها لحضراتكم وعلشان توروها لأولادكم وأطفالكم علشان يستفادوا منه خلال الأول نرحب بدكتورة هودا حميد مسؤول مناف الأطفال في وزارة الأوقاف ونتعرف منها على أهم هذه الكتب سواء الحلالة نبتو طبعا عن نبور أهلا وسهلا بحيك كل سنة أنتوا طيبين أهلا بحيك بتأكيد هناك عدد كبير من الكتب اللي بتصدرها وزارة الأوقاف عشان تعتمي بيها أنها تغرز بعض المفاهيم أو القيم الخاصة في كل طفل موجود في المعرض لو تكلمين عن أما هذه الكتب نتكلم الأول عن سلسلة رؤية للناشئية مش سلسلة صدرة عن وزارة الأوقاف المصرية فقط هي سلسلة صدرة بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة المصرية للكتاب السلسلة دي ممكن إحنا هنحتفل السنة دي أول يوم المعرض بمرور يعني نكمل المئة السنية المئوية السنية الاحتفال بتاعنا في أول يوم المعرض بإذن الله السلسلة بدأت أما فكرنا فيها كنا نهدف منها إلى بناء وعي الطفل لما بدأنا نفكر في الإصدارات هل هتتقدم فقط مضامين دينية لبناء وعي الطفل فقط لا احنا قلنا لا المضامين احنا المهم فيها أن احنا نقدم مضامين بعوامل جذب للطفل من خلال الكتب المضمون مشرط يكون مضمون ديني فقط مضمون ديني نقدر نقدمه في قوالي مختلفة ممكن تقدمه في قالب قصة ممكن تقدمه في كتاب زي مثلا شخصيات مصرية تقدمه نموذج قدوة يعني مشرط يكون القالب الديني المستخدم في كل الإصدارات المضامين كانت متنوع في كل الإصدارات الخاصة بنا بس لو هنتكلم بقى عن كتاب كتاب ممكن لو هنتكلم على أحدث الإصدارات السنية اللي نزلة في السلسلة منها كتاب الكليات الست منها كتاب قصص الحيوان في القرآن الكريم منها كتاب أركان الإيمان وده الجزء الثاني لأركان الإستامة اللي نزل في معرض الكتاب السنة اللي فاتت طيب أنتوا دايماً بيبقى عندكم يعني هدف كده أو حابين أن أنتوا يبقى عندكم محتوى معرفي خليني أقول اشتغلتوا على ده إزاي من الأول الفكرة جات إزاي واشتغلتوا على ده إزاي وإزاي طورتوا عشان النهاردة تقدروا توصلوا بمحتوى معرفي مستنير يقدر أنه ينمي ثقافة الطفل بصي زي ما قلتلك إحنا لما بدأنا في السلسلة كان المتعرف عليه وزارة الأبقاف المصرية فلا يتقدم قوالب ديني لا إحنا زي ما بقولك قدمنا قوالب مختلفة نقشنا قضايا كتير جدا من خلال السلسلة بالقالب اللي يعمل على جذب الطفل منها كان فن كوميكس منها فن القصة منها النماذج حتى اللي بتقدميها تتقدم بشكل مبسط للأطفال فكان الهدف بناء وعي الطفل في المجالات المختلفة بقوالب مبسطة وجذبة للطفل فما كانش زي ما بقولك قالب ديني من البداية أو بناء المعرفة الدينية لا هو تصقيف كامل لبناء وعي الطفل داخل السلسلة طب يعني يمكن القسم المشترك بين كل الأديان السماوية وحتى الوثنية هي قصة الأخلاق إيه هي بقى القوالب الأخلاقية اللي حططوها في هذه الكتب هقول لحضرتك يمكن من الإصدارات الحديثة معينا في كتاب اسمه تعلمت من السنة ده كتاب للأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل هو عبارة عن حديث نبوية طب أنا هقدم الحديث النبوي فقط بشرحه أو هقدمه كده لأ احنا فكرنا يتقدم بقالب بفن الكوميكس إن احنا نناقش طول السيناريو موقف حياتي أو موقف مجتمعي داخل القصة نصل به في الآخر للحديث يعني احنا قدمنا شرح الحديث من خلال موقف حياتي أو موقف مجتمعي داخل القصة أو داخل السيناريو نصل بين الطفل في الآخر هو اللي هيقول الحديث أو هو اللي هيفكر أن احنا هنصل للحديث ده في الآخر فهي متقدمة بقالب مجتمعي أو بقالب قصصي ده نموذج من النماذج اللي نازلة معنا في الكتب فيه كتاب اللي هو كتاب الكليات الست ويمكن فيه كتير سألوا وإيه كتاب الكليات الست ومعناها إيه الكليات الست ده من الكتب المهمة جدا نصادر عن وزارة الأوقاف المصرية الكليات الست اللي هي مقاصد الدين أو الهدف من الدين كان إيه الدين بيهدف أو الشراء الشريعة الإسلامية بتهدف المعروف كان المقاصد الخمسة اللي هي نحافظ الحفاظ على النفس الحفاظ على العقل الحفاظ على المال الحفاظ على النسل انا شايفين ما بعد الصور على العواج والحفاظ على الدين فيه المقصد الأخير واللي تم إضافته مش هقدر أحافظ على نفسي ولا على مالي ولا على نسلي من غير ما أضيف لها الحفاظ على الوطن فمن هنا جات الكليات الست ده من الكتب المهمة عندنا طب الكتاب ده لما بسطه للولاد هيتم تبسيطه ازاي وكان مهم جدا أنه يتبسط للولاد أنا كنت مشفقة على الكاتبة جدا اللي هتقوم بتبسيط الكتاب ده وهتقدمه ازاي في قلب قصصي أصلا لأن الكتاب يعني فيه مصطلحات أصلا صعبة للكبار لما بتناقش قضية الحفاظ على النفس ازاي تحفز على نفسك من الانتحار أو القتل أو قتل الغير الحفاظ على المال نفسه فيه مصطلحات صعبة فلما جينا نبسطه أنا زي ما بقول الحراكي يا الأستاذ أنت صار عبد المنعم هي اللي قامت بتبسيط الكتاب وعرضه في قلب قصصي بدأت تعرضه وتناقشه بشكل قصة بين جد وأحفاده بين فيه أسئلة وإجابة وحتى لما جات تتكلم على مثلا الحفاظ على المال دخلت فيه أجزاء كتيرة مثلا ازاي تحفز على المية تحفز على المال ما تقومش بالتبذير ازاي بحاجات يبقى ليك الأولوية في الشراء يعني مثلا كانت منقشة من ضمن القصة اللي موجودة وهو بيشتري شوكولاتة أنا أحوش عشان أروح أجيب بفلوسي كلها شوكولاتة فهي لا هي متنقشة بشكل مبسط جدا فده كان من الكتب الدينية بتاعتنا الكتب الصعبة اللي بقينا نفكر وإحنا ازاي هنبسطها لأولاد الحمد لله تم تبسطها وتقدمها للطفل وإيس على ده بقى فيه كتب كتير في السلسلة هو أنت لو دخلت بهوايا هتلاقي أن الأصل دين لأن أصل الأخلاقيات بتاعتنا كلها هي الدين فمتقدمة بقى بالقوالب زي ما بقول حاليا كده اللي هي القصة فيه أو استخدام حتى الرسوم المستخدمة عشان تبقى من عنوام الجذب القوية للكتاب طيب احنا بنتكلم كمان عن كتاب تاني هو الإيمان أركان الإيمان حب حرك تكلمين عنا أكتر ورسائل الجوائي أركان الإيمان احنا عملنا الأول أركان الإسلامي يمكن كان في المعرض السنة اللي فاتت وكان من الكتب اللي أنا كنت متخيلة في أعدادها أن هي هتاخد يعني مفيش أركان الإسلام لكن خد مننا وقت طويل جدا في أعداده للمراجعة الضقيقة جدا في كل كلمة بتتقدم كان مهمة زي ما عرف الطفل أركان الإسلام يعرف أن الدين ليه الإيمان ليه أركان اللي هو الإيمان بالله وبالملائكة وبالقدر خيره وشره طيب المعلومات دي بقى أركان الإيمان برضو هنقدمها للولاد إزاي يعني الإيمان بالقضاء والقدر يعني هنقول هاله إزاي ده كان مهم برضو تعمل طيب تجينا فكرة كده لا ما هي تجيب الضبط اللي عمله أنا لما بقول الفكرة للكاتب أو الكاتب بيعرض فكرته وبتم تقدمها للجنة بقول له هتعمله إزاي يعني هنقوله إزاي القضاء والقدر هي بدأت في ولد وولدته بيقولها فكرة السنة اللي فاتت لما كنا مسافرين والعربية عملت حدثة قالت له طب أنت فكر الحدثة ومش فكر أنه حصل كذا لما ربنا نحن جانب للحدثة مثلا هي متقدم بقى ده كله في قالب برضو قصصي واعتمدنا فيه بالذات الكتاب ده على فن الكوميكس لأنه من الفنون اللي بيقبل على الولاد على القراءة لما يكون زي ميكي اللي هي الكوميكس كده بيعتمدوا على البالون في الكتابة فاستخدمنا فن الكوميكس والسيناريو في كتاب أركان الإيمان وده برضو من الكتب اللي لسه هيعلن عنها في المعرض ومن الكتب بقى يعني ممكن حركة أنا حابة ألقي الضوء عليها كتاب البيان على المنتخب ده كتاب صادر عن المجلس الأعلى للشؤونة الإسلامية البيان على المنتخب ده كتاب فيه تفسير جزء عام البيان على المنتخب المنتخب هو يعني المنتخب ده تفسير القرآن الكريم للكبار احنا فكرنا نفسر التفسير نفسه بيان المنتخب تفسيره وتبسيته وتقديم بقى اللي هي أسباب نزول الآيات المقاصد من الآيات بشكل مبسط جدا الكتاب ده نزل في المعرض إن شاء الله واحنا اشتغلنا يعني كان في سنة ينزل الجزء الثلاثين وتسعة عشرين بس كان فيه نشاط وعمل مكسف الفترة اللي فاتت ان احنا نلحق نخلص الجزء الثلاثين لأن البيان على المنتخب ده تبسيت التبسيت فمهم جدا للكبار والأطفال ويمكن وزارة الأوقاف المصرية وجهت ان الكتاب احنا عاملين مبادرة حص انتفلق بالقرآن خلال أجهزة نص السنة على أكتر من خمس تلاف مسجد وجهه ان يتم مراجعة جزء عامة واستخدام كتاب البيان على المنتخب في الشرح للأولاد داخل المساجد فانا مهم جدا لأولياء الأمور سواء للكبار أو الصغيرين من هما يطلعوا على المنتخب الكتاب متبسط جدا حتى لو الولد نفسه أرىه هيفهم هو المنتخب أصلا هو تفسير القرآن الكريم فاحنا عملنا البيان على المنتخب اللي هو تفسير التفسير وطبعا بيذكر فيه مقصد الآيات المقصد من الآية أسباب نزولها إيه في كل الصورة والحمد لله يعني الحين نخلص جزء عامة وهينزل كنا نتمنى ومشغلين كنا نتمنى الجزء 29 كمان يكون معنا في المعرض بس إلى الآن هو الجزء الثلاثين اللي موجود البان على المنتخب ده من الزراط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعني نسمع عن قصص القرآن وشفنا لها عدد كبير من الكتب واشتغلوا عليها الكتاب في مراحل متعاقبة لكن يعني أنا شايف أن فيه كتاب اسمه النباتات في القرآن ده حاجة جديدة يعني إيه أهم النباتات ده قسمنا الكتاب ده والمفروض كان قصص القرآن اتقسم بقى وحنا نتعامل معنا قصص الحيوان في القرآن الكريم قصص النباتات في القرآن الكريم الحصارات وزا واحد يعني كل واحد مجموعة الوحدة هو القصة نفسها بتعمل عام الجذب القصة نفسها في القرآن الكريم الولاد بيحبوا يسمعوها طيب أنا أقدم القصة بس لأنني أريد أقدم له معلومة عن النبات أو معلومة عن الطير أو معلومة عن الحيوان اللي تم ذكره في القرآن بنبدأ نسرد يمكن معلومات ندرة شوية معلومات تجذبه فيه سيء إيه يعني النباتات مثلا البقرة البقرة تم ذكرها في القرآن الكريم البقرة مش تبتات في صورة البقرة لا أنا في الحيوان في قصص الحيوان مارسوا ليه عن النباتات لا فيه نباتات معنا فيه أذكرت الوقتي فسيه نباتات تم ذكرها في القرآن الكريم زي النخل زي لا فيه نباتات كتير تم ذكرها بنذكر في أول كتير بنذكر معلومات شوية ندرة يعني الكاتبة هي الأستاذة طب أنت كنت تجذب معلومة عن البقرة ندرة إيه زي إيه الموسيقى الموسيقى بتزيد من إضرار اللبن عند البقرة دي أبحاث دي جديدة دي بقى هي اعتمدنا بنبدأ فيه بنعرض المعلومات والمعلومات الجذبة قوي واللي هو أول مرة يسمعها وطبعا تم مراجعة المعلومات دي بدقة شديدة جدا من أسنة متأكد من صحيحة طبعا احنا فيه لجان لجان للدقة للتطقيق العلمي سواء كانت معلومات علمية أو دينية وفيه لجان للمراجعة اللغوية الخاصة بالكتاب واللجان دي ممكن لجنة 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 ممكن نعود شهر في مراجعة الكتاب لأن يمكن وزارة الأوقاف المصرية وتعاون بينها وبين وزارة الثقافة لازم الكتاب يبقى على درجة عالية من الدقة ويكون محل ثقة أولي الأمور يبقى متطمن وهو بيشتري لابنه الكتاب اللي هو بيشتريه وبصراحة يعني الكتب الحمد لله لأن الهدف ما كانش هدف ربحي سواء مننا أو من وزارة الثقافة فالكتب يبسع لرمز جدا يعني السنة الفاتي تقريبا كان بعشرين السنة دي ممكن خمس عشرين وكتاب إيه فور ألوان بورق كوشي يعني شكل الكتاب نفسه غيلي وعلى فكرة الكتب بتاعتنا تم ترجمتها الأكتر من لغة وده يعني أنا وأنا أم يعني أنا من حصن حظ ولي الأمر لأن الكتب يمكن المترجمة بتبقى غالية شوية وده معروف إحنا كتبنا بنفس السعر وده متاح في أولياء أمور كتير بيقولوا عايزين كتب اللغة الألمانية عايزين بالفرنسي عايزين بالانجليزي فالحمد لله متاح لكل أولياء الأمور إن هم يلاقوا الكتابة طبعا مش كل كتب السلسلة مترجمة بس يلاقوا في بعض الكتب مترجمة لأكتر من خمس لغات طب فيه إصدار كمان ريمو كليات الست طول القصة بيتكلمها على الحفاظ على المال إزاي تحافظي على نفسك إزاي تحافظي على دينك إزاي تحافظي وتم إليه الكليات الست الحفاظ على الوطن لأن أنا مش هكون في أمان على مالي أو نفسي أو على أولادي من غير الحفاظ على الوطن فتم إضافة الحفاظ على الوطن لأن الكليات في الآخر سواء الكليات الخمس هي اجتهاد شخصي من العلماء حسب متطلبات العصر فتم إضافة حفظ الوطن كالكوليات الست إن هي مقصد الدين أو مقصد الشريعة إنها تكون الكوليات الست قصص الحيوان كلمنا عنها بتفصيل قصص الحيوان هي نفس مبدأ النباتات إن إحنا بنبدأ ندي معلومات عن الحيوان نفسه اللي إحنا هنتناوله فيه القصة ونبدأ نسأل بقى وبرده جده وأحفاده ويبدأ يسأل ولاده بعد ما هم يشرحوا معاه هو زكر في الكرآن الكريم في أي قصة فنبدأ نخرج بقى من القصة يعني بتحول الكتاب وهي المعلومات الحقيقة هي الأستاذة نجلاء علام هي الكتباء يعني حتى طرح المعلومة مكتوب بشكل جاذب جدا للأولاد بنخرج منها للقصة بتاعتنا بقى ذكر في القرآن الكريم إمتى والقصة كانت عبارة عن إيه فيه أكتر من حيوان مذكور في الكتاب تم تناوله في الكتاب يعني أنا شخصيا من الناس اللي أثر فيه قوي الكارتون وأنا صغيرة لما كنت بتفرج على قصص القرآن بالكارتون لكن سلصال اللي كان بتعرض على التلفزيون المصري ومنها أنا ابتديت رحلة البحث يمكن في في التفسيرات أكتر وأكتر فمهم جدا اللي أنتو بتعملوه مهم جدا جدا يعني لأن ده حاجة بيقولك النقش في الصغر التعليم في الصغر كان نقش على الحجر فده مهم جدا أن الأطفال يتعلموا من صغرهم بطريقة مبسطة كمان وطريقة توصل لهم وهي الكارتون أو الكوميكس زي ما أنتو بتعملوه اللي أنتو بتعملوه حاجة مهمة ومسامية جدا أنا حد أقل حاجة قبل ما تختمي أن تعاون وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة النوط تطلع السلسلة زي دي احنا زمان يعني كنا بنشوف المؤسسات كلها بتشتغل في وزر منعزلة لكن هي القيادة السياسية لنا حطت هدف واحد حطت رؤية واضحة للجميع فهتلاقي فيه نمازج كتير مش بس السلسلة رؤية للناشئة لا فيه نمازج لتعاون المؤسسات المصرية لو وزارة الثقافة طبعا عامنا يقدم للعالم فيه تعاون من أكتر من مؤسسة مش بس وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة وده ستنى نجاح الحقيقة نشكرك دكتورة هودا حميد ده مسؤول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف كل شكرا جزيلا